في حديث قدسي بيقول فيه ربنا سبحانه وتعالى من ابتليته بحبيبتيه فصبر وشوف ما قالش عقده ما قالش معاق ما قالش مثلا وحبيبتيه وحبيبتيه عن عينيه يعني من فقد بصره فصبر لم أرض له ثوابا دون الجن يعني أقل أقل لمرتبها ياخدها شوف العوض شوف عوض ربنا سبحانه وتعالى احنا الآن أصلنا مسألة من فقد نعمة ليس من فقد نعمة يسمى معاقا إنما الذي هو معاق في حقيقة الإسلام من أوقف نعم الله عز وجل السؤال يا دكتور إبليزيد هل إحنا اللي محتاجين أصحاب الهمم في حياتنا أم أن أصحاب الهمم هم من المحتاجين لنا هو في الحقيقة النبي بيجاوبنا على كده لما يقول لنا إنكم تنصرون وترزقون بضعفائكم نعم يعني كأن هؤلاء الناس اللي ربنا وضعهم في الأرض واختبرهم هذا الاختبار العظيم جدا ربنا بيرزقنا بشبابهم إحنا اللي محتاجينهم صحيح يبقى وجودهم في حياتنا له أثر عظيم في الأرزاق وفي البركة في الأرزاق من كان في بيته من أصحاب الهمم علي أن يعلم أن الله له معين أن الله له كفيل أن الله عز وجل له ميسر كل أمر وعلى قدر المشقة يكون الأجر ترجمة نانسي قنقر